جلسة ساخنة ومشحونة تحت قبة الكنيسة طبعة التصويت الأولي على مشروع الإصلاحات القضائية المثير للجدل الذي تتمسك به حكومة بنية من نتنياهو وفي الختام حصل مشروع القانون على الموافقة المبدئية بأغلبية 64 صوتا من أصل 120 على بند أساسي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا تجاه الحكومة ويرمي التعديل المقترح إلى إلغاء صلاحيات القضاء الأعلى وإبعاد يده العليا القادر على مراجعة القرارات الصادرة عن الحكومة المتتبعون للمشهد السياسي في إسرائيل يلفتون إلى أن نهج نتنياهو لا يجد دعما أو تأييدا من خارج تحالفه بالنظر إلى أن عدد الأصوات المؤيدة للتعديل اقتصرت على عدد مقاعد تحالفه في البرلمان الإسرائيلي وحسب نتنياهو دافع مجددا عن المشروع الذي تسبب في توتر داخلي غير مسبوق في حين تدخل زعيم المعارضة يائر لبيد محذرا من تبعات خطيرة للخطوة التي وصفها بالجنون وكرد فعل من الشارع خرج المحتجون استجابة لتعبئة واسعة لقطع الطريق أمام مشروع القانون الذي يرتقب أن يعرض على التصويت في قراءة ثانية وثالثة قبل إقراره لكنها قُبلت هذه المرة بإجراءة أمنية مشددة وحالة اعتقال نجحت الاحتجاجات الشعبية خلال شهر مارس الماضي في تعطيل تصويت مشابه لخطة التعديلات القضائية في الكنست ودعا وقتها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرزوغ لفتح حوار مع المعارضة قبل أن تستأنف النقاشة التشريعية أطورها الأسبوع الماضي الرئيس الإسرائيلي جددت دعوة لحوار وسطي وبناء يدعمه في ذلك إلحاح من واشنطن للحفاظ على استقلالية القضاء لكن أصوات من داخل ائتلاف ناتنياهو بدأت تلوح بإسقاط الحكومة في حال إجهاض خطة الإصلاحات ترجمة نانسي قنقر